مرحبا بكم جميعا معكم الصيدلانية جينا من كندا اليوم رح نحتي عن مستوى السكر الطبيعي بالدم كيف تعرف مستوى السكر الطبيعي بالدم؟ أولا فحص السكر بالدم قبل الفطور ماذا يعني؟ المقصود لم تأكل طعام لمدة 7 إلى 8 ساعات يعني الفترة اللي انت كنت نايم بها فتفحص السكر قبل الفطور المستوى الطبيعي للسكر قبل الفطور هو 124 للحد 73 وأي رقم بياناتهم هو معناته مستوى السكر الطبيعي يعني ذا 80 90 100 110 120 كلها طبيعي اثنين فحص السكر ساعتين بعد الاكل شنو معناته؟ معناته ساعتين بعد الوجبات الرئيسية الفطور الغداء والعشاء تفحص متأكل اي شي وتفحص السكر عادة الطبيعي راح يكون من 73 إلى 160 فأي رقم ساعتين بعد الاكل من 73 إلى 160 يكون طبيعي مثلا 100 120 140 150 حد 160 هو طبيعي ماذا يعني مستوى السكر طبيعي بالدم؟ هاي القراءات شنو معناته؟ معناته مستوى السكر اللي بالدم لا يؤذي الجسم السكر إذا عالي شنو معناته؟ معناته السكر بدأ فوق ال160 راح يبدأ يسمم الجسم فيئذ العين والقالب والكلية والعصاب اذا اخذ الدواء حسب ارشاد الطبيب ومع تقليل الحلويات والنشويات العب رياضة وامتنع عن التدخين للمحافظة على مستوى السكر طبيعي ملاحظة بعض الأجهزة أجهزة فحص السكر تقرأ قراءات مثل خمسة سبعة تسعة فإذا تحب تحولها إلى القراءات مثل ما قلنا 73 إلى 124 أو 160 اضرب الناتج فيه 18 فمثلا فحص الجهاز يقرأ عشرة عشرة تضربه فيه 18 معناته فحص السكر بالدم هو 180 وهكذا وأشكركم الصيدلاني الجنان